السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله اي واحد كيشعر في حياته زوجية ربما كيشعر بصراع او خصام او خلافات عائلية او عنده مشاكل مع ولدته رأى احسن طريقة للاصلاح والعلاج واولها قبل المقتضاية القانونية وتعديل مدونة الاسراء والخبرة اللي كتكون عند الكوتش للناس الموجهين قبل هاتش كله كناها واحد دعوة دي الخير دعوة دي الخير انسان يدعي الى عنده امرأة ولا امرأة عندها راجلها معكس معها ولا الولاد معكسين رأى الطريقة الاولى والمهمة هي دعوة دي الخير كندعي مع بعضياتنا بالخير كيقول الرجل يا ربي هات الزوجة صرحها وبارك فيها وجعلتها من نصيبي وذاك فضلا منك واكراما اللهم يا ربي زين صورتها في قلبي وفي عيني والاولاد كتقول اللهم يا ربي هدهم وبارك فيهم دعوة الخير ما تحتاج لمحكمة لا قضاء لا مدونة ولا هم يحزنهم غير دعوة الخير نقول لها وغير نفرحه والسي عزيزي الله جزي بخير كان دوما وابدا كيقول هات دعوة للزوجة دي الولدته الله يصلحهم لك اللهم تعالى يجعلهم مباركين ويجعلهم قرة عينيك ويكونوا إن شاء الله بحالك في الخير وزيادة ويكونوا مفخرا بين أقرانهم اللهم أمين يا ربي يا كريم دعوة لأخواننا الفلسطينيين نعم لا يجهد بيقرهم على الأعداد يهم يا ربي يا كريم لا يجهد بيقرهم ياهم وبغير تسألين القوات المسلحة الملكية اللي في الحجود اللي كدب على الوطن نعم ما أدراك ما الوطن نعم سيد لهم الدعوة وبنوا الدعاء للجميع كذلك سي عزيزي كان ذكروا الله انطلبوا الله تعالى ينصر الإخوان دينا في فلسطين وينصر المسلمين ويرفع الله راية الإسلام وانشاء الله راية إسام مرفوع بإذن الله وجوده وكرمه وتحية كبيرة لكل قوتنا المسلحة المرابطة في الحدود لحماية أمن وسلامة هذا البلد الأمين انطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويعطيهم القوة والمدد السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله